في أيام العيد تعد الجلابية البحرينية بتصاميمها الفريدة المنزوجة بروح التراث المحلية الأصيل تعد جزءاً أساسياً من أناقة المرأة البحرينية فالجلابية رمز من رموز الأناقة وعنصر مهم من عناصر التراث المتجدد بالرغم من تدخل العديد من الابتكارات على تصاميمها إلا أن المرأة البحرينية لازالت محافظة على هويتها الأصيلة نقوش وتصاميم متميزة ذات طابع خاص تفردت بها الجلابية البحرينية على مر زمن حتى أصبحت جزءاً أساسياً لأناقة المرأة البحرينية في أيام العيد حيث تحرص على ارتداء أحدث خطوط الموضة التي تضرع على الجلابية لتطل في أجمل أيام السنة بأبها حلة أحاول أن أختار الألوان التي تناسب المرأة البحرينية مثل الألوان المريحة المبهجة لحق العيد فالعيد يبي لألوان هادية ويبي لأفعاد فيه ناس تحب الألوان الصارخة يعني فقدموا نقدر نحاول نواضب بين الكل يعني في الألوان والعيد يبي لألوان حلوة يعني تكون فاتحة هادية تكون يعني وفيه ناس تحب القامج بعد بس نختار الألوان اللي أحين نازلة في الموضة ألوان رائعة ومبهجة لها رونق خاص تداخلت الحضارات المختلفة في تصاميمها لتصبح قطعة فنية لافتة تطل بها المرأة البحرينية في يوم العيد فهذه التصاميم التي تتميز بها الجلابية البحرينية تعبر عن طبيعة المرأة وتحاكي ذوقها الرفيع الذي يبحث بشكل دائم عن البساطة المنزوجة بالرقي أدخل الجلابية البحرينية بالزري هذه بس بلمسات بحرينية تحسين لما تشوفينها على الأم والبنت فيها لمسات بحرينية فأحب أدخل الزري في الجلابيات وتصميماتنا وأحاول أنه قد ما أقدر أنه دخل الشيك معه في شغلنا نحاول أن نشوف الألوان اللي تكون حق العيد نركبها على شغلنا في التصميم أنا مثلاً متمسكة بالثوب النشل البحريني وأحاول أن أدخل في كل الرسومات أحاول أن أدخل في كل شغلي حتى لو مثلاً أسوي تصميم بنطلون وغميص بعده دخل من الرسومات ما للثوب النشل فيه في الجلابية في الثوب فأكثر شيء متصممة يعني متمسكة بالثوب النشل المرأة البحرينية وبالرغم من مواكبتها للموضة وخطوطها المتميزة لا سيما في الأعياد والمناسبات الخاصة إلا أنها لازالت متمسكة بطلتها التي تجمع بين الماضي العريق والحاضر الجميل خطوط متميزة ذات ألوان جذابة تقوم عليها أنامل بحرينية تخصصت في تصميم الجلابية البحرينية ذات الطابع العصري الممزوج بروح التراث فالجلابية تعد جزءاً مهماً من أناقة المرأة البحرينية في أيام العيد خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين